اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلقات هي وبس وكل مرة بكلم فيها عن هذا الشهر الكريم تجربتي كانت او الاحساس اللي واحد بيحسه هو داخل على الشهر ده بيبقى دايما فيه دموع لكن انا قررت ان في حلقة النهاردة مش عايزة امشي مش عايزة اسبكم ويبقى فيه دموع مش محتاجة اتكلم عن هذا الشهر مش محتاجة اتكلم عن عباداته مش محتاجة اتكلم عن احساسه كلنا بدى بقى في هذا الشهر احساسنا مختلف اهدى اكثر تقربا لربنا سبحانه وتعالى لكن انا عايزة اقولك حاجة مهمة جدا حاجة انا كنت سمعتها من حد شيخ جليل في هذا الشهر الكريم ما تدعيش ربنا سبحانه وتعالى بس بانه يغسلك من ذنوبك وانه يدخلك الجنة وانه يعتقق من النار وانه يرحمك وانه يغفرلك ايه ده هي ربنا سبحانه وتعالى بكل اللي نفسك فيه باي شيء يخطر على بالك حتى لو كان بالنسبة للناس تافه اللي ما بينك وابين ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عنه بشر بس ربك هو اللي يعلم عنه ايه ده هي بكل اللي نفسك فيه ادعي ان ربنا يرزقك بالزوج الصالح ان ربنا يهدي لجوزك يرزقك بالزرية الصالحة يرزقك بالفلوس ينجحك يعلي من شأنك ايه ايه ادعي 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 باللي نفسك فيه في هذا الشهر زي ما قال فضيلة الشيخ كل واحد فينا اللي دعوة مستجابة فاتح باي الشيء وكل الشيء انت نفسك فيه اي حاجة تخطر على بالك لاخريتك ولدنيتك وان شاء الله باذن الله ربنا هياستجيب كمان سمعت من فضيلة الشيخ انه احنا ندعي انه ربنا يرحمنا يرحمنا عايشين او يرحمنا او يرحمهم متوفين ندعي ان ربنا يرحمنا واحنا عايشين وندعي للمتوفين فضيلة الشيخ قال ادعي بكل اللي انت تحلمي بيه واتعي بكل اللي انت تتمنيه واتعي باي شيء ممكن يختر على بالك لان ربنا اسم رب المستحيل كن فيكون ده اللي انا سمعته وده اللي انا قررت ابدأ بيه حلقة النهاردة اه ان شاء الله باذن الله هتكون الحلقة الاخيرة قبل هذا الشهر الكريم ثم بعد كده هنرجع بسرعة جدا 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 لو ربنا كتب لنا العمر بعد انتهاء هذا الشهر وشارطا صفحاتنا موجودة هيو بس اللي على الفيسبوك لو عندك اقتراح لو عايدا شوفي حاجة جديدة في البرنامج لو في حاجة في البرنامج مش عقباكي صدقوني انا وكل فريق الاعداد مش بنقرأ بس لكن بنقرأ ونذاكر يعني من احد او احدى الملاحظات اللي كانت موجودة عندكم انو انا بسأل اسئلة كتير قوي فممكن يكون بيبان ان انا بقاطع مثلا اضيف فبالتالي ابتديت اخبالي فابتديت زي ما بيقولوا اهدي التون او اسأل اسئلة اقل وهكذا 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 فانتي لو عندك اي حاجة انت نفسك تشوفيها في هذا البرنامج او اي حاجة ما كانتش عقباكي حصلت في الخمس مواسم اللي فاتت صفحيتنا موجودة وانا موجودة واحنا هنا على شانك وليكي حنحاول نفتح باب المسابقات قبل ما نبدأ البرنامج باذن واحد احد عندنا حاجات كتير قوي في الموسم السادس حنبدأ بيها حطنلاها خطة من دلوقتي يا رب تعجبكم منها حاملة تخصيص كبيرة قوي حنحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل ده او نفتح باب المسابقات ما قبل ابتداء الموسم لو ربنا كتب لنا عمر فيها كتير قوي ابتدائي نشتغل عليها للموسم السادس ان شاء الله باذن الله مش عايزة احرقها طبعا عشان ما ينفعش لكن ان شاء الله الموسم السادس هيكون يعودكم على حصر في الموسم الخامس وحشتوني قد الدنيا وحشتوني قد العالم النهاردة ان شاء الله هيكون موجود معنا ضيوف كتير ليهم علاقة بهذا الشهر الكريم هنفتح النهاردة كمان التليفونات لاي واحدة عندها اي استفسار لاي فقرة احنا دائما كنا بنفتحها في فقرة الفاشن او المودة وبعدين بنفتحها في اخر فقرة الفقرة بتاعة الكافي او فنجان قهوة لكن النهاردة التليفونات مفتوحة طول الحلقة لو نفسك تقولي اي حاجة حتى لو ملاش علاقة بعنوان الفقرة او موضوع الفقرة انا النهاردة عايزة اسمع صدقكم وعايزة اعيد عليكم احدى احدى مشاهدات يا عزات ومناتي يا حبيبات هنبدأ الحلقة بتاعتنا بتقرير بسيط جدا نرجع لكم من نهاية وبس